المتسابق الثالث إبراهيم بكارا كمارا من السنغال يقرأ برواية ورش عن نافع السؤال الثالث إقرأ من قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية التي يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية وإن كان لكم ولد وإن كان رجل يورث وإن كان لكم ولد فل كل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أودين غير مضاو وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري ندخله جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين حسبك السؤال الرابع اقرأ من قوله تعالى وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي لَرْضِ مَرْوَتَيْنِ لَتُفْسِدُنَّ فِي لَرْضِ مَرْوَتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي لَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الْدِيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمُ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنَ أَحْسَنْتُمُ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنَ سَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ليسوء وجوهكم ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عَسَى رَبُّكُمُ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَيَنَّ لَهُ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا نَنِيمًا وَيَدَعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيِّرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا السؤال الخامس والأخير اقرأ من بداية سورة المطففين بسم الله الرحمن الرحيم ويلٌ للمطففين الَّذِينَ إِذَا كَتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمُ أَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُهُونَ أَلَا يَظُنُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبَعُوثُونَ يَوْمَ يَوْمُ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ وَمَا أَدْرَا كَمَاسِ الدِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَجِنَ فِيهِ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ لَوَلِينَ كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمُ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ لَبْرَارِ لَفِي عِلِّينَ وَمَا أَدْلَاكَ مَا عِلِّيُونَ كِتَابٌ مَرْقُونَ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ لَبْرَارَ لَفِي نَعِيمُ عَلَى لَرَائِكِ يَنْغُرُونَ عَلَى لَرَائِكِ يَنْظُرُونَ يَشْهَدُهُ عَلَى لَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تعرف في وجوههم نظرة النعيم يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومُ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمُ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَاكِهِينَ حسبك صدق الله العظيم